قبل ما بلش بكلمتي بدي اقول اني انا جاي من اهدين ومن يومين صارت حادثي مؤسفة جدا ببشري ليش بدي احكي فيها بدي احكي فيها لانه غير انها مؤسفة وعندها جانب من الخطورة بهذا الظرف لانه كمان في شيء له علاقة بالاعلام وقاله علاقة بكيف يتصرف الاعلام مع احداث بهذا الشكل عم نحكي عن الاعلام الايجابي ما فينا نكون ايجابيين وتبكون فيه جريمة قتل بس يمكن فينا نكون شوي موضوعيين وفينا نحاول انه منصب الزيت على النار وقت ما بيكون فيه حقيقة بحب عزة اكيد بالطاق وبدعي مجددا الدولة اللبنانية باجهزة الامنية والقضائية الى كشف ولبسات هذه الجريمة لانه ما في شيء بهدي النفوس الا الحقيقة وتبدي احكي شيء ويكون فيه اعلاميين كتير بيعتبر انه انا طالع من الوزارة عندي عندي عائلة جديدة هي اللي هي انتو الحضور الكريم دور وسائل الاعلام اللبنانية في بناء الخطاب السياسي الايجابي مؤتمر لامل يبعث على الامل لذلك كل الشكر للمكتب الاعلامي المركزي في حركة امل على تنظيم هذا المؤتمر الاعلامي الاول الذي هو اول من نوعه لناحية محاولة حزب سياسي لبناني مد اليد لسائر الاحزاب اللبنانية والتأسيس بشكل جماعي لخطاب سياسي ايجابي كمقدمة لحث وسائل الاعلام على لعب ادوار بناء حرصا على ثقافة الحوار التي تؤسس لحيوية سياسية ولثقافة الطلاق على ما هو مشترك وما اكثر ما يجمعنا في هذا اللبنان فلماذا نرفض اليد الممدودة ولماذا نرفض الطلاق ولماذا نرفض الحوار تكثر الاسئلة والجواب هو العناد ثم العناد ثم العناد والعناد لا يبني اوطانا ولذلك يلعب الاعلام دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى الطلاق والحوار كما يلعب الدورا في البعد والتفركة فالاعلام هو تلك المكينة التي تغرقنا يوميا بالاخبار وعلى مدار الساعة نتصرف جميعا بناء على معلومات تدفعنا نحو التفاعل مع محيطنا نستقيها من مقالة صحفية او من تصفح موقع اخباري او من سماع قصة على الاذاعة او من مشاهدة برنامج حواري على التلفاز فنشكل مجموعة من الخيارات في يومياتنا وعليه الاعلام سلاح الحرب وسلاح السلام كيمة الخبر كوامها عنصران ان تخيف الناس او ان تفرحهم وبما ان الاعلام قادر على لعب الدورين تزايد الحديث في السنوات الاخيرة على ضرورة ان يؤدي الاعلام الدور الفعال في بناء لا ثقافة الطلاق لا ثقافة الاختلاف لسيما انه متهم بالتأجيج والتحريد وهنا اتحدث عن الاعلام بشكل عام وليس عن الاعلام اللبناني وسائل الاعلام بشكل عام تنحاز الى السلبية ولو تعمقنا في نشرات الاخبار اليومية سنجد ان الاخبار السلبية تتصدر العناوين فقد تشربنا السلبية على جرعات يومية وتشبعنا منها الى حد اصبحنا معه غير قادرين على التقاط الامور الايجابية هناك شيء اسمه نيوز فتي اي ارهاق الاخبار ولذلك لابد من مقاربة ايجابية للاخبار والتركيز اكثر على صحافة الحلول solutions journalism الصحافة البناء constructive journalism اي الصحافة التي تكترح مقاربات ايجابية وعليه وسائل الاعلام اللبنانية مدعوة لتبني الخطاب السياسي الايجابي وايضا السياسيون مدعوون لتبني الخطاب السياسي الايجابي ومثلهم الاحزاب للاعلام عضلات ولذلك لدى السلب منه قدرة على تدمير اوطان فيما لدى الايجابي قدرة على البناء وبناء صروح الوطن خير من الهدم انا بحب اقول شي هون انه بالنهاية السياسي هي اللبنان بيقولوا فن الممكن وما بعرف شو قصص بس بالنهاية السياسي هي هدف هدف لكل السياسيين ولكل المواطنين لبناء دولة ولبناء مؤسسات ولبناء وطن كل ما نعيش فيه انا ما بفهم ليش بالخطاب السياسي ابدى احكي عن الاعلام لانه كمان ما بنا نتهم الاعلام بكل شي الاعلام بالنهاية بينقول الارض بينقول السياسيين شو بيحكوا بينقول اكيد القصص السلبية بتجيب مشاهدين اكتر مع الاسف انا هون بنهللان اكيد بحب اني اشكر وسائل الاعلام اللبنانية اللي كمان عم بتبس امور كتير ايجابية الا علاقة بالسياحة الا علاقة باحداث هيكة بتفرح القلب بهذا الظرف اللي نحن عم نعيش فيه الا علاقة بامور ايجابية تخلي اللبنانيين شوي يشوفوا انه الوطن يعني بعده موجود وانه المستقبل بعده موجود بالرغم من كل شي انا هون دعوتي للسياسيين انه الحوار هو اهم وسيلة لبناء وطن خاصة انه احنا عم نمر بزمن صعب جدا وانسيداد سياسي طويل عريض قلوه علاقة بانتخاب رئيس الجمهورية وبحياتنا شفنا احقاض ورمينا احقاض على بعضنا قد هاي بهايدي الفترة اللي نحنا عم نمر فيها انا بحب دايما هايك اقول شغلي عن الاختبار يلي فت فيه بموضوع وزارة الاعلام انا ومعروف انه بس توزرت ما رحت عند حلفائي بوسائل الاعلام يعني لبل حسات حالي مؤثر مع وسائل الاعلام يلي نعتبر انه نحن وياهن بخط سياسي واحد بالعكس رحت عند اخصامي ومن عند اخصامي انتقتن من موقعي السياسي مش من موقعي كوزير اعلام لانه انا بلازم يكون عندي هويتاني يعني انه اكيد وزير اعلام للبنانيين و سياسي من موقعي السياسي المعروف والواضح واللي ما بيت زحزح يعني من هنا انا بقول انه الدعوة للحوار هي السبيل الوحيد لانقاذ هذا الوطن دكتر رامي ميرسي ميرسي لحركة امل بشكل رئيس بري كمان على ثقته وهيدا المؤتمر صدقا انا كنت دايما اتساءل انه ليش ما بيصير يعني انه لازم بالعكس الاحزاب اللي هي بتدعي الانفتاح والطلاقة والحوار انه تبلش فيه اجرت من حزب قريب واتمنى انه يعني تتعمم على باقي الاحزاب وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة